أهلا بكم في بلا قيود ضيفنا اليوم مخرج سينمائي وسياسي مصري اشتهر بطرح القضايا الاجتماعية بطريقة جريئة في العديد من أفلامه السينمائية زاوج بين السينما والسياسة في أعماله مما عرضه لأزمات عاصفة عديدة عرف بمواقفه السياسية القوية وبكونه من أوائل المشاركين في ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 كان عضوا في لجنة الخمسين التي صاغت دستور مصر الحالي كما انتخب عضوا في البرلمان منذ عام 2015 أسأل خالد يوسف المخرج السينمائي وعضو البرلمان المصري عن رأيه في المشهد السياسي المصري وما الأسباب التي دعته إلى اتخاذ موقف معارض للتعديلات الدستورية وما هي مبررات اعتقاده أن الحملة التي طالت شخصه في الآونة الأخيرة لها علاقة بمواقفه السياسية خالد يوسف النائب الفرلماني والمخرج السينمائي أهلا بك في بلا قيود لنبدأ بموقفك من التعديلات الدستورية وهو موقف معارض طبعا لماذا الاعتراض الاعتراض لأن هذا عقد اجتماعي اتفق عليه المصريين بعد ثورة 30 يونيو وحظى بأغلبية فائقة أكثر من 97% وكان حلم المصريين والشعارات التي رفعوها في 30 يونيو كان الحلم بدولة مدنية ديمقراطية حديثة وبناء التحول الديمقراطي أننا نكون دولة ديمقراطية بجد يكون هناك تداول سلم للسلطة بناء على هذه الأحلام نحن خذنا كل هذه الأحلام التي صخها المصريين في شعاراتهم وحولناها لمواد دستورية في دستور 2014 فجأة ينقض على هذا الدستور وعلى هذا العقد الذي اتفقنا عليه كمصريين كلنا وعايزين يغيروه تماما وأنا لا أسمعوه حتى تعديل هو تشويه لأن الدستور وحدة واحدة تتم من بعضها البعض هذا مادة في الدستور وتقول الكلام ولكن هذا يجعل منه نصر مقدسا إذن لا عايزة تغيير الدستور غيير روحه على بعضها هي الدستور قيم على فكرة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة لها أسس فصل بين السلطات تداول سلم للسلطة أشياء كثيرة جدا في سوابة الدولة الديمقراطية لما تيجي تضربي عمقها أو تيجي تضربي المبادئ الأساسية فيها فأنت بتشويه الدستور ما بيبقاش له روح بيبقى دباكته بتقول حاجة ومواده بتقول حاجتا على فح والتعديلات أم على مبدأ التعديل في حد ذاته التعديل في حد ذاته زي ما حضر زك تفضلت إلهي نحن نقدر نعبدله بس لما نطبقه نعم لأن تصريحات مثلا عمرو موسى وهو ترأس لجنة أل خمسين هو يقول في حالة حدوث أي تعديل يجب أن يتم باحترافية شديدة وبطريقة مخترمة يعني المبدأ موجود المبدأ التعديل موجود بس التعديل إمتى يحصل لما بنيجي نطبق الدستور ونكتشف أن به حاجات حالمة بمعنى أصح متصدمة مع الواقع اللي موجود لا تمكننا من أن نقطحم المستقبل نغيره لكن لم نطبق الدستور تم الالتفاف على الدستور من سنة 2014 إلى 2018 التفاف كامل ولم تنفذ نصوصه ولم تحول إلى قوانين يعني مواد كثيرة جدا يعني ما بتيجي تتكلمي حتى بل في قوانين طلعت بالتصادم مع صحيح الدستور من البرلمان في الأربع سنين اللي فاته وبعدين تيجي تقولي أنا عايز أعدله أنت ما تطبقتوش أصلا عشان يتعدل لازم يتطبق الأول ده واحد اتنين فيه ثوابت فيه ثوابت موجودة في الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة اللي هي عدم الانفراض بكل السلطات في يد واحدة ده مبدأ فوق دستوري مبادئ الحرية والحقوق والحريات دي مبادئ الحق في الحياة يعني هل ينفع أن أنا غير دستور أقول أشكك فيه في حقك في الحياة أن أنا أستطيع أن أزهك روحك بلا قانون أكيد لأ يعني ففيه مبادئ فوق دستورية بمعنى أنه الفصل ما بين السلطات ده مبدأ أساسي الحريات والحقوق مبادئ أساسية التداول السلمي للسلطة لما تيجي تقول لي أننا سأحتكر كل السلطات في يدي واحدة القضاء هيبقى في يد رئيس السلطة التنفيذية هو الرئيس الأعلى ليه رئيس المجلس القضاء الأعلى وهو اللي هيعين كل يبقى أنت تضربي هذه السلطة القضائية لما تيجي تتكلمي في أن تدخلي جيشنا العظيم اللي هو مفروض فوق مستوى النقد وطول عمره هو الجيش الوطني الخادم لهذا الشعب والمدافع عن أرضه تقحميه في السياسة تقول لي هو الرقيب على يصون السلم هل المشكلة الأساسية في المادة المتعلقة بالمدد الرئاسية مش دي بس أنا ما شفتش مادة واحدة مادة واحدة من هذه المواد تكرس لأي شيء متقدم بل لكل شيء متخلف بل لكل شيء يضرب كل ما صار من أجل المصريين سواء في 25 أو في 30 وهنا ما كنت سأطرحه عليك أستاذ خالد أنه البعض يقول نعم هذا الدستور لم يطبق لنأتي بدستور يعكس الواقع كما هو في مصر الواقع يقول أننا محتاجين لحكم الفرد هل الواقع يقول أننا بعد صورتين كانت في القلب منهم كلمة الحرية أننا نأسس لنظام مستبد نظام حكم الفرد مرة أخرى هذا كلام من قال أن هذا الواقع هذا الوهم اللي عندهم أشواق استبدادية اللي هم نفسهم يعيدوا عجلة التاريخ للوراء طيب أولا ما المشكلة في التصويت على التعديلات يعني أن يستفتح الشعب عليها وفي حالة موافقة أو في حالة ترفض يعني مثلا هذا ما قاله النائب هيثم الحرير يعني قال الاستفتاء على هذه التعديلات هي هو قمة الديمقراطية هكذا قال ما رأيك في هذا التصريح بالمناسبة أنا بصراحة ما فهمتش التصريح أكيد الاستفتاء ديمقراطي الاستفتاء كإجراء هو إجراء ديمقراطي الانتخابات هي إجراء ديمقراطية كل دي إجراءات ديمقراطية لكن لابد أن تحصن والمناخ العام يبقى حواليها محصن بمعنى محصن هل أنت هيأت المناخ العام وخليت ما فيش إرهاب وما فيش خوف وما فيش تخويف وما فيش ترويع عشان تجلس تقول لي بسوتهم هذه القضية مش بسي أننا مزورش صندوق الانتخاب القضية الأجواء المحيطة بالعملية الانتخابية أو العملية الاستفتاء نفسها هل ما فيش عشرات من الشباب بل مئات من الشباب ومن الشخصيات العامة الآن هم في السجون من أجل أنهم قالوا لا لتعديل الدستور أو قالوا لا لأضيق للتنازل عن تيرانو صنافير هل ما فيش عشرات من الشباب لمجرد رأي على الفيسبوك بوست صغير دلوقتي موجودين في ما حدش عارف هذه الأجواء من الترويع من الخوف بكل تأكيد ما هيش أجواء مواتية لإجراء ديمقراطي لاستبيان إرادة الشعب استبيان إرادة الشعب لازم تتجلى في ظل أجواء أو مناخات من الحرية ومن عدم الخوف ومن عدم الترويع طيب ما فهمنا أنه قبل رمضان ستكون يعني انتهت هذه القصة متى وقعتك هل سيأتي الاستفتاء بالإقرار التعديلات بكل تأكيد بكل تأكيد لأن كل آليات التعديل موجودة بيدهم فسيمر بس وانا قلت الكلام ده وده اللي زعلهم والده اللي زعل الناس كتير أنا قلت دايما الاستفتاءات بتعدي في مصر وتمر مرور الكرام مفيش مشكلة فيها لكن دايما ماذا بعد التعديل ماذا بعد التعديل ماذا تتوقع أنت من ذهب إلى حد القول ثورة جديدة ربما أنا بقول أنه دائما ما بعد التعديلات خاصة لو تمت التعديلات في أجواء عدم رضا ويعني إحنا لا نستطيع من أكتر الناس اللي يعني حتى مناصرين للنظام لا يستطيعوا أن يقولوا أن الشعب المصري فيه حالة رضا لا فيه حالة عدم رضا وممكن نفصل دا دايما بيحصل بعد التعديل اللي عمل السادات في سنة 80 انتهى نظام في سنة 2007 لما عدل واستفاد مين اللي استفاد اللي عمل السادات حسين بارك وقعد 30 سنة حسين بارك لما حب بيورس ابني وعدل الدستور 2007 انتهى نظامه في 2011 حتى محمد مرسي أول مصمار كان فيه نعش وكان الإعلان الدستوري فدائما العبس بالتساتير تكون فيها نهايات الأنظمة أين كانت النهاية دي بتداول سلم للسلطة بصورة دي أنا مقدرش أنا مش قارئ للغاية ولكن دي أنا بقول أنه دائما الأنظمة بتستنفذ نفسها عندما تعبس بالتساتير وتؤسس لأشكال بكل تأكيد بكل تأكيد يعني حتى وانطالت قليلا لكن أنه أنا أتوقع أنه يبقى مصر محكومة يعني أنا دايما نصحتي وأنا على فكرة مش ضد هذا النظام الذي أنا عايزه يسقط أنا نفسي ما يسقط بس يحقق الحياة الكريمة والعبالة والعيش الكريم الذي اتفقنا عليه في 25 يناير و30 يونيو المشكلة دايما بتبقى أنه هم معتقدين أنه سقطنا نظام مبارك بالهامش الديمقراطي اللي أعطاه نظام مبارك تفضلا من عمده في الخمس سنوات أو العشر سنوات الأخير في حين أن نظام مبارك استمر 30 سنة بفضل هذا الهامش وليس بعكسه فهم متصورين أن التاريخ كرر نفسه فإن السبعين واحد اللي على سل النقابة الصحفيين اللي بقوا 700 لما سابوهم اللي بقوا 7000 لما دخلوا أنا مش هخلي فيه 70 أصلا ده فاكرين أن التاريخ لا يكرر نفسه أنا بقول أن الشعب المصري لا يعدم حيلة الشعوب كلها مش فكرة الشعب المصري العظيم لا أي شعب عندما تكون في حالة عدم رضا عام لا يعدم حيلة في تغيير الأوضاع ماذا عنك أنت الآن النائب خالد يوسف يعني ما هو الوضع هل أنت في منفى اختياري الآن لا أنا مش في منفى أنا راجع أنا حتى هذه اللحظة لم توجه السلطات لي أيدته حتى هذه اللحظة أنا طبعا اللي نشرح للمشاهدين ممن هم غير المتابعين يعني على خلفية تسريبات لفيديوهات قيل أنك لك صلة بها فيديوهات فيها بعد أخلاقي أنت بتشرح للمشاهدين ولا بتشرحين بشرح للمشاهدين ضبع حضرت تشرح لن لا طبعا أنا مش في منفى اختياري أنا أنا في أجازة حبيت أبعد عن هذا الجو لأنه جو يعني مشحون بشكل ضغط جدا ففي أجازة اختيارية وسأعود عندما توجه لها تهمة أنا حتى هذه اللحظة لم توجه لها تهمة وأنا طلبت من السلطات المصرية إن كانت هذه الفيديوهات اللي أنت بتقولوا عليها منصوبة لها صحيحة اتفضلوا عقبوا الجاني فيها إن كانت غير صحيحة اتفضلوا عقبوا الجاني مين الجاني في الحالتين الجاني هو الذي نشر الرزيلة الذي نشر هذه الفيديوهات هو اللي يعاقب عليه احنا نتكلم على دولة قانون ولا نتكلم على دولة الدولة الدينية نتكلم على دولة قانون دولة القانون تقول الذي نشر هذه الفيديوهات هو اللي يقع تحت طائلة القانون الذي نشر هذه الفيديوهات أنا أبلغت عنه سنة 2015 ماذا عن فحوى الفيديوهات؟ كالدرج تحت الخصوصية؟ نعم. فحوى الفيديوهات والأشخاص الموجودين قيدة تحقيق الآن أنا لا أستطيع أن أتكلم عنهم. لأنه مفروض النائب العام عمل حظر نشر. فأنا لا أتكلم عن هذا. سأتكلم دلوقتي بشكل عام. ولكن تبعنا مقاطع للفتيات الضلعات في الفيديوهات. هذا كان قبل حظر النشر. هو حظر النشر لنائب العام. وأنا مرتزم بحظر النشر لإني لقوا خالف القانون. فأنا هتكلم عن القضية. القضية دلوقتي فيه فيه فجور فيه رزيلة مورسة فيه غرفة مغلقة أي أن كنت أنا أو غيري. مين اللي نشر ده وشيعه للعامة؟ هو ده الجاني. هذا الرجل أو هذه السيدة أو الأشخاص اللي عملوا أو الجهة اللي عملت ده. أنا أبلغت عنهم سنة 2015. هذه الفيديوهات ليست جديدة. 2015 وحطيت إيدي على فلان. ثم توجهت المباحث الإنترنت. مباحث الإنترنت أثبتت أن فلان اللي هي حضرتك مثلا. أنت اللي نشرتي بالآي بي بتاعك. بالتليفون بتاعك. بعنوانك بكل حاجة. حتى هذه اللحظة السلطات المصرية لم تتحرك للقبض على هذا الجاني. ودلوقتي جايين يتكلموا على نشر الرزيلة. أنت سبت الرزيلة تنتشر على مدار ثلاث سنوات ونص. تحت سمعك وبصرك. وعارف مين الجاني. ولم تقبض عليه. وجاء دلوقتي عايز تتهمني. لماذا؟ هذا السؤال يوجه لهم. هذا السؤال يوجه لهم. لأنك أنت تقول أن التفسير هو أن هناك تسيس للموضوع. بكل تأكيد. ما يبقى القضية دي مفتوحة من سنة 2015. ولوح بيها في كل المرات. ولوح فيها. ورغم ذلك خطة لانتخابات خالد يوسف. وأصبحت عضوا في البرلمان. لم تمنعني إذا كانوا يريدون منعك. يعني إلا كانت تحقق لهم ذلك. لو استطاعوا كانوا فعلوا. لو استطاع أي حد أن يمنعني. كان منعني. لو استطاع أي حد أن يخرسني الآن سيخرسني. الفكرة في مقدرتك وفي مقدرة منعهم. أنا نجحت في الانتخابات مثلا البرلمانية. باكتساح كانوا يتوقعوا أن هم سيستطيعوا إسقاطي بهذه الفيديوهات. مثلا. فدخلت البرلمان وعارضت من أول قانون عرض. اللي هو قانون مش فاكر قانون إيه. بس أول قانون أنا اتعرض. قانون مجلس الدولة. اللي هو اتطعن على عقود الدولة. ده كان أول قانون عارضته. انتهاءا أو برورا بترانو صنافيلة وحتى تعدلات الدستورية. عارضت كل دور. ماذا عن خصوصية في البرلمان؟ ما دور البرلمان؟ أنت كنت فيه ثلاث سنوات. أنا الثلاث سنوات مارست دوري على قد ما أقدر في إطار أننا مجموعة عوارة عن خمستاشر نائب هي جل المعارضة في البرلمان المصري. وصلاة خمسمية وتمانين ولا خمسة وتمانين عضو من الأغلبية. فإحنا مارسنا دورنا اللي نقدر نعمله في إطار أننا الأقلية. الأقلية القليلة جدا. نحن كنا نأخذ الكلمة بستين عافية. دعني أطرح عليك ما ربما يدور في خلد المواطن العادي. وأنت تصنف نفسك الآن معي بأنك ضد النظام. هذه مقولة هذه الأيام. ولكن تاريخيا وتقليديا ليس في التاريخ البعيد. خالد يوسف هو مخرج مظاهرات 30 يونيو. يعني المتابع العادي الذي يتابع فيديوهات داتا طبيعة جنسية لخالد يوسف. لربما يستبعد فكرة أن هناك محاولة اغتيال سياسي لك. لأنك بالتأكيد مقرب من دوائر النظام. أنا كنت مقرب ولا أنكره. وشرف لا أدعيه وتهم لا أنكرها. يعني أنا كنت مقرب عندما صورنا في 30 يونيو. الجيش المصري انتصر لإيرادة المصريين. ونحن كمصريين كان عندنا تقدير جم لدور الجيش المصري في مسندة الحركة الشعبية في 30 يونيو. وكانوا هم بيؤكدوا تماما أن هم بيؤيدوا الثورة المصرية أو بالمطالب المشروعة للشعب المصري دون أي طمع في سلطة. عندما تنادت الجماهير بالرئيس عفتاح السيسي رئيسا. أو ساعتها الفريق عفتاح السيسي رئيسا. أنا باعتباري رجل ناصري أؤمن بأن الشعب هو القائد والمعلم استجابت للنداء الجماهيري ده. ومشيت في رجب الشعب المصري. لإني بحترم الإرادة الجمعية أو العقل الجمعي المصري. عندما بدأ الرئيس السيسي نظامه وبدأ يحصل سياسات مناقدة تماما لما آمنا بي. ولما خرجنا من عنده بدأت عارض. لأن أنا مدتش كارت بلانش. محدش بيدي كارت بلانش بحد. أنا بأيدك النهاردة. أنت بكرة عملتي قرارات. أنا بتصور أنها تصب في خانة خنق الصورة المصرية أو أهداف الصورة المصرية. ففضلت المعارضة تتزايد لغاية ترانو صنافير كانت كلايماكس. كان موقفا قوية. هذا يحيلني مرة أخرى لنقطة دور الجيش. وأنت تعترض على التعديل المقترح عن دور الجيش في الدستور. أنت قابلت بهذا الدور للجيش. دور غير عسكري في 30 يونيو. لا. فيه فرق ضخم جدا. فرق ضخم جدا. عندما خرجنا في 30 يونيو. كانت أمامنا جماعة الإخوان المسلمين. وكانوا يهددون بالسلاح. هذه الإرادة الشعبية. الشعب المصري ما هوش مسلح. ما فيش في إيدي سلاح. عندما تخرج عليه جماعة وتهدده بالسلاح. كان لابد أن نستدعي الجيش المصري. ونقول له احمي هذا الشعب. واحمي إرادته. هذا صرف استثنائي جدا. لكن لما تيجي تحطي دور في الدستور للجيش المصري. وهو حماية الديمقراطية. يعني أنت بتدخليه في السياسة. بتدخليه في قلب جل الحياة السياسية. الحياة السياسية نفسها. وتعقداتها. وخلافات الأحساب في بعضها. يخش فيها الجيش المصري ليه؟. ده مفروض هو فوق النقد. ومفروض الجيش المصري ده. يبقى محل إجماع. وسيظل محل إجماع من الشعب المصري كله. أنت بتدخله في معترك السياسة ليه؟. ده كان اعتراضي. لكن ما يبقى فيه ظرف استثنائي. زي اللي حصل في 30 يونيو. طبعا. كان طبيعا أن يقوم الجيش ببدور. هل هناك تحركات على حد علمك الآن لرفع الحصانة عنك؟. لا. حتى هذه اللحظة ما فيه شمهه. عشان فيه رفع حصانة. لابد أن يوجه النائب العام طلب استدعاء لي. أو طلب رفع الحصانة عشان يحقق معي. حتى هذه اللحظة لم يحدث. يمكن أن يرفض المجلس إذا. المجلس هيرفض ليه؟. ما يبقى مع الأحب مع القلب. يعني هذا تعبير خالد يوسف عن أنك لا تحمل أي ثقة لهذا المجلس. لا يعني هو المجلس يرفض ليه؟. أنا رأيي المجلس ما يرفضش. أنا رأيي المجلس ما يرفضش. حدثت في السابق. رفضوا رفع الحصانة عن نائب منتظى منصول. بصي حتى هذه اللحظة رفضوا طلبات رفع الحصانة. مئات الطلبات. لكن أنا عندما تطلب رفع الحصانة. أنا اللي أطالبهم برفعها. لأن أنا عايز أمسل للتحقيق. وشوف أنا تهمتي إيه؟. ولكن لا تتوقع أن يقول أحد لا نريد رفع الحصانة عن خالد يوسف. والله لو هم عايزين يقولوا كده يقولوا. لكن أنا بقول أنا اللي أطالب عندما تطلب رفع الحصانة عني. أنا بأطالب أنها ترفع عني. هل هناك تصدع في تكتل 25-30؟. لأن الموقف الآن لا يبدو كما كان الحال عليه قبل شهور قليلة. في وقت مثلا تيران وصنافير. لدينا يوسف القعيد الآن يقول أنه يؤيد هذه التعديلات الدستورية. هيثم الحريري يعرضها. ولكن يقول قمة الديمقراطية أن نناقش هذا في المجلس. ويستفتع عليه الشعب. ما الذي يحدث في هذه القطرة؟. أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة. هم كانوا مستهدفين من ضربي. ليس تأثيري. وليس مصدقيتي. ولا الكلام دخل. الأساس كان فيه ضربي هو إرهاب الآخرين. هو أنه في النهاية فيه طاقة إنسانية. فيه طاقة لكل إنسان يقدر يحتمل إيه. ففيه بنا أدمين من كتر ما هم مناضلين حقيين وأمناء جدا. لكن ما يقدروا يحتملوا. ما يقدروا يحتملوا الضرب القذر. وما يقدروا يحتملوا خراب البيوت. ما يقدروا يحتملوا حاجات كتير جدا. فأنا لا أستطيع أن ألوم أحد. مرة يساري كتب مذكراته بعدما خرج من السجن. وكان أصحابه اعترفوا عليه. قال أهدي مذكراته إلى الذين لم يعترفوا تحتواطئ التعذيب. وإلى الذين اعترفوا تحتواطئ التعذيب سواء بسواء. ليه؟ لأنه يقدر التقى الإنسانية. ده بعد ألم هيعترف. ده بعد ألمين هيعترف. ده بعد عشرها. فأنا أريد أن أقول لحضرتك. أنه اللي حصل معايا التمثيل بي والتمثيل بجو سيتي كان المستهدف منها تخويف. ففي ناس أنا لا أقصد طبعا يوسف القعيد ولا أقصد هايسم. أنا أتكلم بشكل عام على الحياة السياسية. ففي بعض الناس خافوا. مش خافوا جبنا نقدم هما. مش قد أنهما يأخذوا خطات زي اللي أنا أخذها أو غيرها أو غيرها. أو يتئزوا في أهلهم. لأنه بقى فيه كمان أزية في الأهل. أنا واحد من الناس أوزي كل أهلي على مدار التلس سنوات اللي فات. يعني أنا أخويا طلعوا على المعاش وهو مفروض ما يطلعش أولاد أخويا شلوهم من أجهزة في الدولة. يعني عملوا فيها كل. فيه مين بقى اللي يقدر يحتمل الأزية في أهله دون أن يقول أنه يقول أي أو يتراجع. مش قليلين. فعايزة أقولك ليس هناك تصدع فيه 25 ثلاثين. ولكن فيه إرهاب ضخم جدا للمعارضين بشكل عام في مصر. فيه جو بقى مريع. بقى جو بقى فيه يعني مسامات الخوف في الجسم دلوقتي بقيت يعني منتشرة بشكل كبير. تخلي أن المواقف ما تبقاش زي ما هي كانت مثلا في ترانوصنف. طيب نريد أن نتحدث عن الفن. ولندخل فقط في السؤال الأول في عجالة فيما يتعلق بموضوعنا الرئيسي. كان لك منشور عن الفن والفنانين المصريين. وأنك من يريد تشوي خالد يوسف ليتفضل. ولكن لا يقترب أحد من الفن المصريين. لأنه كان فيه غباء من بعض وسائل إعلام أو معظمها. نوع من التعميم. أنه قالوا على لسان البنات حاجات. طلع في الآخر أنهما ما قالوهاش. قالوا أنه البنات قالوا أنه هو فيه حد بيوصل بيبقى نجمة. بتبقى نجمة غير لما تعمل علاقة مع المخرج أو المنتج. ده تعميم. ده أنت بتضربي الفن المصري كله. بتهيني كل الفنانات المصريات. بتهيني رموز. وطبعا حينها نصب القول للفتيات. وطلع أنه ما قالوش. طب أنت كان إيه مصلحتك في ده. لو كانوا قالوا. لو بفرد واحدة اضطرت أنها تقول ده دفاعا عن نفسها لأي أزمة أية بتعيشها. مفروض أنا كوسيلة إعلام أبقى عندي شوية فطنة أن أنا ما شوهش الفن المصري. أنت بتتكلم على أهم قوة نعيمة في مصر. طيب ماذا عن الوسط الفني المصري في أزمتك هذه. هل تلقيت الدعم. أنا تلقيت الدعم. خدي بالك كل الدعم من ناس كتير جدا. وكلهم أو معظمهم خائفون. خائفون. خائفون لدرجة أنهم بيكلموني. مثلا ما يكلمونيش على التليفون العادي. يكلموني على الفيس تايم أو يكلموني. عشان خايفين يقولوا أننا نتضمن معاك أو نحن البنا معاك. أو نحن لأنهم ممكن يتضروا. أو يعودوا في بيوتهم على الأقل ما يشتغلوش أو كيلو. ففيه إرهاب حقيقي لكل صاحب رأي في مصر. وهو ده الجو المناخي اللي أنا أقول لا يمكن يستمر. أنا أقول دي حركة التاريخ. وأنا أقول لهم لا يمكن يستمر. وإذا استمر أنت بتجني على مصر جناية هائلة. لأن عندما يحدث الانفجار سيحدث انفجار. أنت شايف أننا نقترب من ضروة انفجار. ما أنا أقول لحضرتك. البلاد اللي فيها نظام استبدادي فاشي. زي أنظمة القذافي سوريا العراق. البلاد دي عندما انفجرت حصل فيها إيه؟ دم وأنهر دم في الشوارع. ليه؟ لأن الناس بيبقى مشحونة بطاقة غل. النظام المصري في 2011 نظام حسني مبارك. لأنه كان سايب متنفس. الناس ما نزلتش عمدها هذا الغل. عشان كده ما كانش عندنا دم. فهنا القضية. القضية أنه أنت بتدفع البلاد للهاوية. أنت بتدفع البلاد لانفجار غير مأمون عواقبه. أنت بتقول أنا والفوضى. لا. اللي بتعمله هو اللي ممكن يوصل للفوضى. هي دي مشكلتي. وده خوفي على مصر. لا يمكن أن يكون معنا خالد يوسف. ولا نسأل عن السينما. الآن فيلم كارما. وأيضا مشاكل عن الفيلم متعلقة بالرقابة الفنية. ما الذي حدث مع هذا الفيلم؟ وكيف هو المناخ الآن؟ من ضمنه برضو. ما استحملوش كلمتين مع أنه الهامش اللي أنا قيل فيه. الانتقاد في فيلم كارما. ولا واحد على مليون من أفلام اللي قبل كده حينها ميصرة. وهي فوضى ودكان شحاتها. إلا أنه برضو ما استحملهوش. ومنعوه. ومنعوا الفيلم قبل عرضه بـ 48 ساعة. والرياسة بنفسها هي لأقرة الفيلم. لما لقيت المسألة. لقيت أن فيه ترند على الفيسبوك. وترند على تويتر. وصفراء أجانب كانوا جئين العرض بيسألوا. يعني لقوا الدنيا هتأخذ أكبر من حجمها. فاسابوه. لكن حاربوه في السينما عشان ما يجيبش. وأنا حصلت من ثلاثة أيام على أكبر جائزة إفريقية في تاريخ تقريبا السينما المصرية. جائزة حسان الدهبي في مهرجان في سباك. كله هو يمكن سادس أهم مهرجان في العالم. هل تتصوري أن ولا وسيلة إعلامية مصرية استطعت أن تكتبوا الخبر؟ تكتبوا الخبر. حصول السينما المصرية في النهاية على جائزة كبرى زي دي. مفروض دي تصب في النهاية في خندق السينما المصرية. وفي خانة السينما المصرية. مش في خانة خالد يوسف بس. لم امتنعت كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروعة والمواقع عن نشر الخبر. مجرد الخبر. لأنها ستعاقب لو نشرت. الآن الخبر انتشر. وأنا أشكرك النائب المصري والمخرج السينمائي خالد يوسف. شكرا على وجودك في بلا قيوة. شكرا. اشتركوا في القناة